السحر 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 عالم عجيب غريب تختلط فيه الحقيقة بالباطل والعلم بالشعوذة وعالم السحر ظاهره جميل وجذاب يفتن أصحاب العقول الضعيفة ويبلبل السدج والرعامة ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاك تتمدد الحياة وتبسط الأرزاق فترتسم السعادة على وجوه الناس وينعم الخلق بالوئام والتآلف إلا أن هناك من لا يهنأ إلا أن يرانا متفرقين متعبين تخنقنا الكوابيس بين أسوار الحيرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وسوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بدافع الخير أو التأليف بين زوجين أو البحث عن النصيب يقع المسلم بجهل منه في الموبقات فيكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فما هو السحر؟ بل لقد شاهدنا كثيرا ممن يضع القرآن والمصاحف في دورات المياه والمجاري احتقارا وامتهانا لكلام الله جل وعلا وإرضاءا للشيطان ليحقق له الشيطان ما يريد من صرف وعطف وجلب وإذاء للآخرين حقيقة السحر والسحرة ألقي الكبر عليه وبعد أن سقط كان يبكي بكاء شديد قلت ما الذي يبكي؟ قال أريد أن أسألك عن مسألة واحدة كيف استطعتم أن تلكوا الكبضة علي؟ ولم تخبرني الشياطين فضحكت من كلامه وقلت له أنت على ثلاث حالات لا رابعة أما الأولى وبعد كشف حقيقة ضلالهم وكيدهم للناس نقول وبميل الأفواه ولله الحمد والمن ليسوا بشيء إنهم أوهنوا وأضعفوا من بيت العنكبو كيف لا وهم أعجزوا من أن يدفعوا الخطر عن أنفسهم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة